الوساطة الاتفاقية يجوز للأطراف اللجوء إلى الوساطة الاتفاقية وذلك باتفاقهم على تعيين وسيط يكلف بإبرام صلح فيما بينهم ما هي ضمانات الأطراف في الوساطة؟ إن اللجوء إلى الوساطة أمر اختياري لا يمكن القيام بها دون موافقة أطراف النزاع وتمكن الوساطة الأطراف من حل لزاعاتهم في وقت أقصر وبتكلفة أقل ولا يفرط أي قرار على أطراف بل يجب على الأطراف أنفسهم إيجاد حلول مناسبة وذلك بمساعدة الشخص المكلف بالوساطة وتبقى كل المناقشة المزرعة في إطار الوساطة محاطة بالسرية وفي حال فشل عملية الوساطة لا يجوز لأحد الأطراف أن يستعمل أمام المحكمة المعلومات المتبادلة خلال مرحاة الوساطة ويلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى الأغيار ولا يمكن للوسيط التنازل عن مهمته إلا بعد موافقة الأطراف أو انتهاء مدة الوساطة ما هو الوسيط؟ يُعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو معنوي ويشترط في الوساطة التوفر على مهارة للتواصل فضلا عن الكفاءة والنزاهة والحياد كيف يتم الاتفاق على الوساطة؟ اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء النزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد ويمكن الاتفاق على الوساطة ولو أثناء جريان دعوى أمام المحكمة وفي هذه الحالة يترتب على ذلك وقف المصطر القضائي الجارية أمام المحكمة ويتخذ هذا الاتفاق إما شكل عقد الوساطة ويبرم بعد نشوء النزاع ويمكن إبرامه ولو أثناء دعوى مرفوعة أمام المحكمة كما يمكن أن يتخذ هذا الاتفاق أيضا إما شكل شرط الوساطة ويتم التنصيص عليه في الاتفاق الأصلي يلتزم بمقتضاه الأطراف بحل النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور عن طريق الوساطة الاتفاقية ما هي شرط اتفاق الوساطة؟ يبرم اتفاق الوساطة دوما كتابة إما بعقد رسمي أو غرفي وإما بمحتر يحرر أمام المحكمة ويجب أن يتضمن اتفاق الوساطة بالإضافة إلى شرط الكتابة تحت طائلة البطلان الشروط التالية بالنسبة لعقد الوساطة يجب تحديد موضوع النزاع ثم تعيين الوساطة أو التنصيص على طريقة تعيينه وبالنسبة لشرط الوساطة يجب تحرير الشرط الوساطة كتابة في صلب العقد الأصلي أو في وثيقة تحيل عليه كما يجب أن يتضمن إما تعيين الوساطة أو الوساطة وإما التنصيص على طريقة تعيينهم يجب على المحكمة المرفوع إليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطة أن تصرح بعدم قبول الدعوة وذلك بناء على دفع أحد الأطراف يمكن اللجوء إلى الوساطة في كل ما يجوز فيه الصلح ومن ذلك العقود التجارية علاقات الشغل نزاعات الجوار نزاعات بين المكرين والمكترين نزاعات بين المستهلكين والمنتجين ولا تجزو الوساطة في مسائل الحالة الشخصية للأفراد وفيما له ارتباط بالنظام العام ما هي مدة الوساطة؟ يحادث الأطراف مدة مهمة الوساطة مبدئيا دون أن تتجاوز ثلاثة أشهر غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور اتفاق يبرم وفق نفس شروط إبرامي اتفاق الوساطة كيف تجري مسترة الوساطة؟ يجب أن الوساط فور قبوله المهمة المسندة إليه أن يخبر بذلك الأطراف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي وإذا تعلق الأمر بتطبيق الشرط الوساطة وجب على الطرف الذي يريد تطبيق هذا الشرط أن يخبر الطرف الآخر بذلك في الحال ويرفع الشرط إلى الوساطة المعين ويستمع الوساط إلى الأطراف ويقارن بين وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم ويجوز للوساط بعد موفقة الأطراف الاستماع للأغيار والقيام أو العمل على القيام بكل خبرة من شأنها توضيع النزاع ويقترح الوساط على الأطراف عند انتهاء مهمته مشروع صلح أو بيانا عن الأعمال التي قام بها وفي حال عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع الصلح التي تحمل توقيعه للأطراف وثيقة الصلح هي المرحلة الأخيرة من أية عملية وساطة ناجحة يسجل فيها الوسيط الحل الذي تم التوصل إليه أطراف النزاع ويوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل إليه ويكتسي الصلح المذكور قوة الشيء المقضي به بين الأطراف إذ يمكنهم تنفيذه تلقائيا ويمكن أن يديل بالصيغة التنفيذية في حالة ما إذا رفض أحد الأطراف تنفيذ الحل الذي تم التوصل إليه لهذه الغاية فإن رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع هو المختص بإعطاء الصيغة التنفيذية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر